وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وخلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان شدد الرئيس على تطبيق قانون بكل أمنة ونزاهة ومساوات أكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنصيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وحجد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية وذلك من خلال التنصيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقادي وتحديث آلياتها حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة مشددا على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع